من أجل تنمية بشرية مستدامة في موريتانيا نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة ورشة العمل السنوية للمندوبين الجهويين للبيئة والتنمية المستدامة بالعاصمة نوكشوط باية إيجاد إطار عملي مشترك للنظم البيئية في بلدنا الورشة التي يشارك فيها المناديب الجهويون تهدف إلى وضع خطة تشاورية حول عمل البيئة والتنمية المستدامة وإيجاد إطار الرقابة والمتابعة وفقا للمناهج الحديثة لمواجهة تحديات البيئة سيسهم هذا العمل الجماعي بشكل أكبر في إدارة المواد الطبيعية التي تسخر بها بلادنا لمكافحة التصحر بفعالية واستعادة أراضينا المتدهورة قدر الإمكان ومكافحة التلوث بشكل أكثر فعالية وإدارة نفاياتنا بشكل أفضل لقد اكتسبت وزارة البيئة والتنمية المستدامة العديدة من أدوات السياسة والاستراتيجيات والآليات القانونية والتقنية لتحسين إدارة القضايا المتعلقة بالحفاظ على البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هذه الأدوات معترف بها من قبل شركاء بلدنا من القطاعين الخاص والعام على أنها فعالة واليوم نسعى للعمل على تحديثها ومؤامتها مع التطورات من حولنا وتطبيقها وتنفيذها في المجال المناديب الجهويون المشاركون في الورشة سيناقشون على مدى يومين إشكالات البيئة المستدمة على مستوى كافة ولايات الوطن كظاهرة التصحر وتاثير المناخ وغيرها من المواضيع ذات الصلة والارتباط بالبيئة الورشة السنوية للمناديب الجهويين عرفت خلال افتتاحها طرح استشكالات مرتبطة بالعمل الميداني الجهوي متعلقة أساسا بظروف العمل في المناطق المعروفة بالتنوع البيئي الوزيرة ردت على الاستشكالات التي تقدم بها المشاركون وبينت في معرض حديثها أن جميع الإشكالات التي يواجهها القطاع تعود لعدة أسباب منها التوقف الذي فرضته جائحة كوفي 19 التي عطلت الكثير من الأنشطة وأضافت أن نتائج هذه الورشة ستشكل عاملا مسهما في رسم خطة عمل القطاع ينتظر من ورشة البيئة والتنمية لمستدمة هذه الخروج بعديد الاقتراحات التي من شأنها الرفع من مستوى أداء مناديب البيئة على المستوى الوطني